كلية العلوم الشرعية والعربية مادة الآداب الإسلامية الفرقة الأولى من كتاب صحيح الآداب الإسلامية شرح الشيخ ربيع بن علي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فهذه هي المحاضرة السابعة من صحيح الآداب الإسلامية واليوم إن شاء الله تعالى مع آداب الصيام وهي كثيرة منها الدعاء عند رؤية الهلال أي هلال رمضان ومنها الإخلاص في الصيام ومنها تبيت النية في صوم الفريضة ومنها كثرة الصدقات في رمضان ومنها قول الصائم إذا شتم إني صائم ومنها تعجيل الفطر ومنها الفطر على رطبات قبل صلاة المغرب ومنها ماذا يقول عند فطره ومنها كثرة تلاوة القرآن في رمضان ومنها الدعاء أثناء الصيام ومنها عدم ترك السحور ومنها يستحب أن يجعل في سحوره تمرة ومنها تأخر السحور ومنها عدم الشبع ومنها استحباب تفطير الصائمين ومنها الحرص على صلاة التراويح ومنها الاجتهاد في العشر الأواخر ومنها الاعتكاف ومنها زكاة الفطر والآن مع تفصيل ذلك أداب الصيام أي الأداب التي ينبغي فعلها قبل وأثناء وبعد الصيام والصيام عبادة وهو الإمساك عن المفتراط من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية وأول هذه الآداب آداب الدعاء عند رؤية الهلال الدعاء عند رؤية الهلال فقد روى الدارمي وهو صحيح بشواهده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله الدعاء عند رؤية الهلال أي هلال رمضان والهلال يكون أول ليلة والثانية والثالثة ثم هو بعد ذلك قمر وإنما قيل له هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه من الإهلال الذي هو رفع الصوت وفي قوله صلى الله عليه وسلم ربنا وربك الله خطاب للهلال الذي استهلأ وهذه إشارة إلى تنزيه الخالق عن أن يشاركه شيء فيما خلق وأستفاد من هذا الحديث مشروعية التكبير والدعاء بالمذكور عند رؤية الهلال ومنها أن من أراد أن يكون آمنا فعليه بالإيمان لأن الأمن قرين الإيمان ومنها أن من أراد أن يعيش في سلامة فعليه بالإسلام لأن السلامة قرينة الإسلام ومنها إثبات صفتي الرضا والمحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله الأدب الثاني الإخلاص في الصيام في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا أي تصديقا بأنه حق مقتصد أو قاصد لفضيلته معتقدا أنه حق تصديقا بذلك قاصدا فضيلته واحتسابا أي أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة صوم رمضان بالشرطين المذكورين إيمانا واحتسابا ومنها أن الإخلاص أحد شرطي القبول أي قبول العمل مع الشرط الثاني وهو المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فشرط قبول العمل هو الإخلاص والمتابعة ومن هذه الفوائد فضيلة هذه الأمة إذ أنها تعمل قليلا وتربح كثيرا نسأل الله تعالى من فضله الأدب الثالث تبيت النية في صوم الفريضة فقد روى النسائي بسند صحيح عن حفصة رضي الله عنها قالت لا صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر لا صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر قوله وورد أيضا بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله ولا يعرف لهما مخالفا من الصحابة ففي قول حفصة رضي الله عنها قالت لا صيام لمن لم يجمع أي النية قبل الفجر وفعل اثنين من الصحابة مع حفصة هو عمر هو ابن عمر رضي الله عنهما في قوله ولا يعرف لهما مخالفا من الصحابة أي هذا يسمى بالإجماع السكوتي وهذا يدل على أنه لا يصح صوم رمضان لمن لم ينوي قبل الفجر بخلاف صوم النافلة فإنه يجوز بنية من النهار على ما فصل ذلك في كتب الفقه ومن هذه الفوائد أن من نوى الفطر في رمضان حتى أصبح فلا يصح منه أن يصوم ذلك اليوم ومن الآداب آداب الصيام كثرة الصدقات في رمضان ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صلى الله عليه وسلم وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وفي قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أي أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله والجود هو الكرم والسخاء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه أن يأتيه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة والمراد بالخير الخير اسم جامع لكل ما ينتفع به والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس جودا بكل خير من خير الدنيا والآخرة لله وفي الله من بذل العلم والمال وبذل نفسه لإظهار الدين وهداية العباد وإيصال النفع إليهم بكل طريق وقضاء حوائجهم وغير ذلك والمراد من الريح المرسلة أي في الإسراع بالجود أسرع من الريح ويستفاد من هذا الحديث فضيلة شهر رمضان وفيه عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه استحباب الإكثار من الصدقات في رمضان وفيه استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان الأدب الخامس قول الصائم إذا شتم إني صائم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فريحا وإذا لقي ربه فريحا بصوما كل عمل ابن آدم له إلا الصيام أي أن جميع الأعمال لها جزاء معلوم إلا الصيام والصيام هو الإمساك عن المفتراط من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية قوله فإنه لي أي أنا منفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيفه والصيام جنة أي وقاية وستر ومانع من الرفث والآثام ومن النار فلا يرفث والمراد بالرفث هنا الكلام الفاحش قال ولا يصخب والصخب هو الخصام والصياح فإن سابه أحد أي شاتمه أو انتقصه فليقل إني صائم ولخلوف فم الصائم أي تغير رائحة الفم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر أي يوم العيد أو آخر كل يوم فرحا أن وفقه الله تعالى بأن أتم صومه على مرضاته وإذا لقي ربه أن يوم القيامة فرح بصومه أي بأجر صومه ويستفاد من هذا عظم فضل الصيام والحث عليه عظم فضل الصيام والحث عليه وفيه تحريم الرفث والجهل أثناء الصيام وفيه أن الصوم مانع من النار وجنة الأدب السادس تعجيل الفطر أي إذا تيقن قروب الشمس ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وقوله لا يزال الناس بخير أي لا يزال الدين ظاهرا وظهور الدين مستلزم لدوام الخير ما عجل الفطر أي ما دام على هذه السنة وفي الحديث فوائد منها استحباب تعجيل الفطر بمجرد غروب الشمس وفيه الحث على التمسك بهذه السنة الأدب السابع الفطر على رطبات قبل صلاة المغرب قد روى أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يفطر أولا على رطبات ثم يصلي فيرجع إلى طعام العشاء ويستفاد من ذلك استحباب الفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء وفيه استحباب تعجيل الفطر وفيه علم من أعلام النبوة حيث أثبت الطب ماذا استفادة الجسم بالرطب أو التمر عند الفطر عليها الأدب الثامن ماذا يقول عند فطره روى أبو داود والضراق صني وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الضمأ أي العطش أو شدة العطش وابتلت العروق أي صارت رطبة بزوال يبوسة الحاصلة بالعطش وثبت الأجر أي زال التعب وحصل الثواب إن شاء الله أي ثبوته بأن تقبل الصوم وتولى جزاءه بنفسه كما وعد سبحانه ويستفاد من هذا مشروعية هذا الذكر عند الإفطار التاسع كثرة تلاوة القرآن في رمضان قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فيصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وروى الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ويستفاد من هذا فضيلة شهر رمضان وفيه أن القرآن فيه هداية للناس وفيه عظيم رحمة الله بعباده حيث لم يرد منهم إلا الشيء اليسير السهل ومنه مشروعية التكبير عند رؤية هلال شوال وفي ذلك كله استحباب شكر الله على نعمه ومن الأداب أيضا الدعاء أثناء الصيام فقد روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين وروى الترمذي وحسنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمر سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ويستفاد من ذلك الدعاء حال الصيام مستجاب ومن الفوائد الحث على العدل بين الناس وفيه التحذير من الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وفي ذلك أيضا أن الصوم والسفر من أسباب إجابة الدعاء من الآداب عدم ترك السحور ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة وروا ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين فروا مسلم والدارمي واللفظ له عن أبي قيس مولى عمر بن العاص رضي الله عنه قال كان عمر بن العاص رضي الله عنه يأمرنا أن نصنع له الطعام يتسحر به فلا يصيب منه كثيرا فقلنا له تأمرنا به ولا تصيب منه كثيرا قال إني لا أمركم به أني أشتهيه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وقوله فلا يصيب منه كثيرا أي لا يأكل منه إلا قليلا وقوله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أي الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب من اليهود والنسارة هي أكلة السحر أي وجبة السحور ويستفاد من ذلك الحث على التسحر ولو بالقليل وفي الحديث فضل المتسحرين الأدب التالي قال يستحب أن يجعل في سحوره تمر فقد روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر نعم سحور المؤمن التمر ويستفاد من ذلك استحباب السحور على تمر الأدب الثالث عشر تأخير السحور ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية وروا الإمام أحمد بسند حسن عن أبي عطية قال قلت لعائشة رضي الله عنها فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور قالت قال قلت عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ويستفاد من ذلك استحباب تأخير السحور وفيه استحباب تعجيل الإفطار وفيه أن الأفضل عند الفتوى عدم التصريح بأسماء المعينين ومن الآداب عدم الشبع روى الترمذي وقال حسن صحيح عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس فعدم الشبع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن قال جعل البطن وعاء لكالأوعية التي تتخذ آنية توهينا لشأنه حسب الآدمي أن يكفيه لقيمات يقمن صلبه أي ظهره ويستفاد من ذلك التحذير من الشبع وفيه أنه يكفي لإقامة حياة الإنسان لقيمات يقمن صلبه وفيه أن الإنسان إذا أراد أن يأكل أكثر من لقيمات فالأفضل أن يقسم بطنه أثلاثا كما جاء في الحديث الأدب الخامس عشر استحباب تفطير الصائمين قد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا يستفاد من ذلك استحباب تفطير الصائمين وفيه عظيم رحمة الله وفضله حيث لم ينقص من أجر الصائم شيئا إذا أفطر عنده أحد وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف القلوب وتوطين العلاقات بين المسلمين الأدب السادس عشر الحرص على صلاة الطراويح والمحافظة عليها ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الأدب السابع عشر الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله وروى الترمذي وقال حسن صحيح غريب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وقوله شد مئزره أي إزاره وهو كناية عن الاجتهاد في القيام وأحيى ليله أي استغرقه بالسهر في الصلاة وبالقيام والقراءة والذكر كأن الزمان الخال عن العبادة بمنزلة الميت وبالعبادة فيه يصير حيا قوله وأيقظ أهله أي أهل بيته ويستفاد من ذلك استحباب الإكثار من العبادة في العشر الأواخر من رمضان وفيه استحباب إيقاظ الأهل لقيام الليل وفيه فضيلة العشر الأواخر من رمضان الأدب الثامن عشر الاعتكاف ففي الصحيحين عن عبد الله بن عم بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ففيه مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وفضيلة هذه العشر وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحري ليلة القدر وتعليم ذلك للأمة الأدب التاسع عشر زكاة الفطر ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فزكاة الفطر واجبة صاعا من طعام من تمر أو شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين والصاع يساوي أربعة أمداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل وفي الحديث وجوب زكاة الفطر على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى وفيه أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة مالية إنما تخرج من الطعام على قول جمهور أهل العلم وفيه أيضا أن من أخرج زكاة الفطر قيمة فإنها لا تجزئه وهذا أيضا على قول الجمهور وإن كانت المسألة محل خلاف بين الفقهاء يراجع ذلك في كتب الفقه وفي الختام نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة السؤال الأول ما الذي يقوله المسلم عند رؤية الهلال وما الدليل على ذلك السؤال الثاني ما حكم تبييت النية في صيام رمضان مع ذكر الدليل على ذلك السؤال الثالث من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور أذكر الدليل الرابع زكاة الفطر تجب صاعا من طعام لا يجزئ إخراج ذلك مالا أذكر الدليل على ذلك هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسأل الله تعالى من فضله العظيم أن يصب علينا الخير صبا وأقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته